لو كانت هناك نية فعلا للتهديئة لتم نهج هذا النهج قبل أن يعين رئيسا مؤقتا الآن تصبح عازلا لرئيس مؤقت لو كان يمكن أن يستقل قبل أن يصبح كذلك دكتور تاجد الحسين كان يمكن ذلك ولكن كما تلاحظون منذ بدأت هذه العملية عملية الحراك الشعبي الواسع لاحظنا أن من هم يشرفون على اتخاذ القرار حاولوا أن يلعبوا سياسة المراحل أو التدرج فقد لاحظنا كما قال قبل قليل من الجزائر من المراحل التي قطعت حتى بلغنا مرحلة منع الولاية الخامسة الآن بعد منع الولاية الخامسة الوسيلة الوحيدة هي تكهيف النظام الجديد بالباءات الثلاث أو الأربع إلى آخره الآن الحجرة الأولى أو النقطة الأولى والأساسية في هذه العملية هي المرور إلى انتخاب الرئيس هناك من يقول أن قايد صالح يمكن أن يرشح نفسه كرئيس للجمهورية وهذا يطرح من خلال ما يتم إعداده تدريجيا لتلميع صورة رئيس الأركان لكن المهم الآن في هذه المرحلة التي تمتد ثلاثة أشهر أن رفض الشارع أخذ زخما أقوى مما كان يعيد في الماضي وهذا سيدفع وسنرى الجمعة المقبلة من الذي تأتي به وبطبيعة الحال إذا كانت النتائج في هذا المصار فبطبيعة الحال لا بد من إيجاد حل لأن المشكلة هي إمكانية تطور هذه التظاهرات السلمية إلى استعمال العنف من طرف جميع أطراف خاصة أنه مثلا بالأمس استعملت الغازات المسيرة للدموع مونع المواطن الجزائي من دخول العاصمة وكانت هناك احتجاجات قوية بخصوص هذه المواقف هناك عنف مورسة اليوم في حق الطلبة المضربية تمام طلبة كذلك ولذلك العلامة الأولى للتصعيد بدأت تظهر وإذا كان هؤلاء يتوفرون على حد الأدنى من الدكاء فلن يغامروا إطلاقا باستمرار في نفس المراحل التي ستؤدي إلى أسوأ النتائج سوف يقومون بالتأكيد بدفع السيد بن صالح وكذلك يفهموا أن الوضعية هي مفروضة عليه لأنه ليس في يديه أي سلطات في الحقيقة لا يمكنه أن يعزل الحكومة لا يمكن أن يجري الاستفتاء لا يمكن أن يعلينا حالة الطوارئ هو مقيد ومكبل لأنه رئيس مؤقت ولا يمكن أن يرشح نفسه كذلك وبالتالي البديل أعتقد بسدام الجمعة المقبلة سيظهر بقوة وهو تقديم استقالته وبالتالي إما انتخابه شخص جديد من داخل مجلس الأمة ليقوم بهذه المهمة أو نمره المجلس الدستوري وحتى المجلس الدستوري حيث يوجد السيد بالعيز ستطرح نفس الإشكالية وبنفس الهندة بي